كابتن هاني كابتن عماد عندنا فترة زهبية الفترة اللي جاية فترة التوقف الدولي فيه لعبة محتاجة انها تجهز بشكل كبير علشان يتم الاستعانة بها خلال فترة اللي جاية المطلوب من كولر الفترة اللي جاية النهاردة بتكلم في عمر الساعي بتكلم في عمر السلية محمود كهربا ريدا سليم بعد العناصر الفترة اللي جاية اللي محتاجين علشان اللعبة دي تجهز علشان بعد التوقف الدولي هتلاقي أيضا برضو ضغط مباريات محتاجين لعبة كلها زي ما كابتل هاني بيقول هو كابتل اسامة المفروض بقى يعني عايزك الفترة دي اعكس ايوه هي فترة كويسة لان انت تجهز فيها اللعيب وعلى اللعيب النوع الفترة دي يستغل وجوده في النادي بدون ضغوط بدون مباريات ممكن من خلال مباريات الودية من خلال التمارين رفع كفاءة بدنية فنية زهنية جلسات مع اللعيبة اللي ما خدتش في السبع مباريات وده عدد كبير فيه لعبة ما شاركتش يمكن عدد ده وليلة زي ريدا سليم زي بير ستاو زي محمود كهربا الساعي لعيب اللعيب انت بتتعاقد معه طبعا وعمل موسم مميز جدا مع النادي الاسماعيلي ودفعين رقم محترم وهو قيمة فنية كويسة جدا ازاي تقدر تستفيد منه كل دي عوامل للجهاز الفني وللعيبة في فترة الطاق وفي الدولة بالنسبة لنا ازاي تقدر توصل اللعيبة وريب من مستوى الراجل اللي بيلعب فيه لعيبة مش هيباليها نصيب انه تروح منتخبات يعني بير ستاو مش هيروح منتخب جنوب افريقيا موجودة بها تتمرن كويس وتستعد كويس للفترة اللي جاي فترة منافسة قوية فترة منافسات فيها ممكن ضغط مباريات هتطلع بعد الفترة الطاق في الدولي هتروح للمباريات افريقيا هترجع تلعب دوري هتلاقي نفسك بتروح لمباراة في قطر مباراة النصف النهائي محتاج للعيبة النهاردة مثلا انا بتكلم على التغييرات في مباراة النهاردة كان ممكن نشوف بير ستاو في وقت اطول من كده كان ممكن في مباراة محتاجين فيها تحولات كان ممكن غدا سليم يبقى موجود زي ما شفنا كهرباء مكان وسام كنا بنتكلم على وسام قبل المباراة والنرسل حربة دايما مطالب ان هو احراز الاهدام لكن المساعدة والمساندة اللي مع زميله دي برضو كانت مهمة جدا ونفس الكلام لما نزل كهرباء مش هينفع كراس حربة تبزي المجهود عالي جدا دفاعيا وفي الجزء الامامي ما فيش الدعم الكافي ما فيش كرات عرضية كتير ضربات الروتنية ما كانتش افضل شيء التمريرات اللي ما بين الخطوط استغلال مهارة امام امام النهاردة عمل ثلاث تصويبات برجليش شمال التلاتة جسمه مش معدول اه التلاتة او حشر ببعض لكن لما تشوت برجليك اليمين الموضوع اكيد هيبقى هيكون مختلف فترة بالنسبة لجهاز الفاني اه واللعيبة تقدر تدخلك على ضغط مبريات وانت معاك قوام اكتر من المجموعة لشاركة الفترة دي لو شاركة 14 لعيب بصفة اساسية الفترة اللي جال انت تبقى محتاج من 16 ل 20 لعيب يداروا يشتغلوا معاك كأنك بالزبط يا وسامع عامل فريتين من اول حراسة المرمى لغاية الرأي الرأس الحربة تقدر يبقى عندك فريتين لما يجيب حد زي ما حصل النهاردة اصعب ظرف او ظروف حصلت النهاردة لما يكون عندك الاثنين اللي فعل بالملعب عندك الاربعة الاستبارات الاربعة مش موجودين والباكرايت والعيب بيلعف ونص الملعب هم اللي يلعبوا هي دي اروح